السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سوف نتعرف على عرض حول مشروع المؤسسة بمقاربة إيبار من إعداد الأستاذ محمد قزون جزاه الله خيرا إذن بالنسبة للمشروع المؤسسة فهو يوحي درعا وطاقات أعضائها من أجل تجويد مرضوذيتها كمان وكيفان عبر خطة متوافق عليها تنطلق من تشخيص تشاركي لوضعية المؤسسة وترجيح للأولويات ثم تمر لأجرع العمليات التنفيذية والتقويم المرحلي ونهائي لمدى تحققها لا يوجد نموذج لمشروع يطبق في كل مؤسسات لكن هناك منهجية تستعين بها كل مؤسسات لبناء مشروعها الخاص فمشروع المؤسسة متعلق بما صارت تنميل من الفصل، المدرسة، الأسرة، المجتمع يعني خاصة يحيط بمجموعة من الأمور التي تتعلق بالتلميذ سواء داخل الفصل إلى خارج المؤسسة يعني بغي أن يكون مشروع المؤسسة بعين الاعتبار دواعر تأثير هذه مع التركيز بقاري على الفصل خصوصا بالنسبة لدورة حقيقة مشروع المؤسسة فهناك يمكن الاعتماد على تقنية إبار وهي كتعتمد على أربعة مراحل المرحلة الأولى هي لكتعني إطادي لي تشخيص الحالة الراهنة كتقوم في هذه المرحلة على إعداد لائحة بأهم العوائق التي تحول دون نجاح تلاميذتنا مثال بوعد المؤسسة، الغياب، الصعوبات كنحدد أهم اللوائح، أهم العوائق ثم من بعد نقوم بوضع لائحة لنقاط القوة التي تتوفر عليها المؤسسة مثلا وجود شريك جمعوي، توفر قاعة متعددة للإستعمالات يعني جميع نقاط القوة التي تتوفر عليها المؤسسة كنقوم بتحديدهم الموارد البشرية، البنية التحتية، الشراكة إلى غير ذلك ثم تشخيص الحالة الراهنة لوضع اللائحتين هناك قاعدة أساسية إشراك الجميع، واعتماد مصادر معلومات موثوقة إما مصار، أو تسجيلات الغياب يعني لا تكون شيء معطيات عفوية، أو غير اجتهادات المعطيات تكون دقيقة جدا، هي اللي خاصة اعتمدوا عليها اعتماد مصادر معلومات موثوقة ومؤشرات إحصائية دقيقة وعدم الاكتفاء بالانطباعات والعموميات يمكن الاعتماد على إحصائيات مضبوطة منظومات المصار، دراسات التشخيص القاصير، دي سي آ، شبكة جودة للمدرسة يعني خاصة تكون عندنا معطيات اللي تكون هي دقيقة وعلمية ما العمل إذا كانت لائحة العوائق طويلة؟ يجيب تحديد الأولويات وهي المرحلة الثانية يعني اللي كانوا عندنا بزاف ديال العوائق المؤسسة خاصة نقوم بتحديد الأولويات كيف نحدد هذه الأولويات من خلال جواب على السؤالين ما مدى قرب أو بعد هذا العائق عن تعلمات التلاميذ؟ يعني هذا العائق مش عنده واحد سبب كبير بالصعوبة التعلم عند التلاميذ؟ أولا عنده واحد سبب اللي واحد نسبة مئوية ضعيفة هي اللي كتساهم في إعاقة التعلم عند المتعلم تحديد الأولويات غالباً كنتم تحديد أحد هذه الأولويات أساسية اللي كتخلي التعلم ضعيف شوية عند المتعلم تحديد الأولويات كنترحوا السؤال هل لدينا من نقاط القوة ما يمكننا من تجاوز هذا العائق؟ لن نحتفظ إلا بإثنان أو ثلاثة أولويات اختيار الأولويات يكون بالتوافق بين أعضاء فريق المشروع ويمكن الاستعارة بتقنية المجموعة الإسمية TGN إذا تعذر التوافق يعني نشوف العوائق وأعضاء المؤسسة هم اللي كيحدوا العوائق اللي مهمة وكتعيق التعلم عند المتعلمين المرحلة الثالثة وهي المرحلة A Action اللي كتعني الأجراء أو العمليات هذه المرحلة هي اللي كنقوم فيها بتطبيق كل الأمور التي تمكننا من الحل المشاكل التي قمنا بتحديدها الأجراء أو الفعل نحدد بالنسبة لكل أولويات من 2 إلى 3 إجراءات فعلية إجراء فعل رئيسي داخل الفصل الدراسي وإجراء فعل 2 و 3 خارج الفصل الدراسي كيف نحدد الإجراءات الأكثر نجاعة؟ عبر طرح سعوالين هل حددنا في رقة قوتنا دعابة مرتكزاً تمكننا من تنفيذ هذا الإجراء؟ ما مدى قرب أو بعد هذا الإجراء عن تعلمات التلاميذ؟ الأولويات الأولويات الأولى، الأولويات الثانية، الأولويات الثالثة كل أولويات نحضر لها 3 إجراءات إجراء داخل الفصل، وإجراء ثاني، وإجراء ثالث دائماً ثلاث أولويات، باش ما نكترش الأولويات، وقد ندخلوا في مشاكل كثيرة، وما نقدرون حقوتها نتيجة، يعني من الأفضل تكون الأولويات المهمة والأساسية لتحديد النتائج، تحديد الأولويات وأجراء وتنفيذ العمليات المرتبطة بها، يعني نبغي أن يتسمى بالتواضع، الصرامة، والفعالية، والصبر، التواضع، والصرامة، والفعالية، والصبر، الأجراء والفعل، أدناها الجدول مهم جداً، هو مخطط العمل، يعني كي حدد لنا تصور الخطة للعمل، بالتوقيت، بالمكان، بالتكلفة، بالموارد البشرية، الموارد المادية، المؤشر الإنجاز، المكلف بتتبعها، هذا المخطط هو مساعد جداً في تتبع وتحديد النشاط، يعني فيه نوصل، من خلال طرح سؤالين بالنسبة للتتبع والتعديل، ريجولاسيون، وهي المرحلة الأخيرة، هل تم إنجاز العمليات المتفقة عليها فعلاً؟ إذا كان الجواب نعم، يعني فالمشروع دينا ناجح، هل حققنا كل الأهداف التي سطرناها؟ فالمشروع دينا ناجح، أما إذا كان الجواب لا، يعني هنا خصناً نقوم برجولاسيون، التتبع والتعديل، يعني نشوف الأولويات، واش عندنا، كان عندنا خطأ في حليل الأولويات، نقاط القوة مشي، عندنا نقاط القوة مشي هي هذه اللي خصها تكون، ولا كان عندنا شي خطأ، خصناً نقوم بإعادة المشروع من الأول والتعديل إدياله، وشكراً جزيلاً على تتبعيكم